طب ايه حكاية التمثيل بقى؟ جمال عبد الحميبي يمثل ليه؟ ده انت مش اصل في بعض المخرجين كانوا يحبوا يطلعوا في مشهد واحد كده في اعمالهم لا انت بتمثل انت بدي نفسك دور يعني مش في عمل واحد ده في كذا عمل والله شوفي حقولي عددك الاعمال اللي انا طلعت فيها كان بيبقى فيه مشكلة يعني مشكلة وبحلها ان انا بقى مسل انا عاشق التمثيل وتعلمت التمثيل من الممثلين العبقرة الكتير اللي كانوا في مصر واللي كانوا برة في امريكا كنت بتعلم التمثيل بشوف التمثيل شكل وايه وايه الصح وايه الغلط وكنت بقعد مع الممثل او الممثلة اشرح لهم بالزبط الشخصية شكلها ايه تركبته ازاي الحوار ازاي السلوك ازاي الفهم ازاي كده يعني فعاشق التمثيل كان بيخلينا عمل كده علاقتي بقى ان انا مثل انا اللي بخرج فما ينفعش اسيب الكاميرات وسيب الدنيا والمونتاج بالزبط اه وقفة مثل فكنت بعمل يعني الادوار اللي عملتهاك اغلب الادوار اللي عملتها كان بيبقى فيه مشكلة يعني انه حد كان المفروض هو اللي هيبقى بيعمل الدور ومجاش يعمل الدور ومجاش اه بتنقذ موقف بس اه فيه مرة في مسلسل ارابيسك اه ضر وكين نيابة دوروا عليه كان بيصار مع استاذ محمد فاضل في مسلسل فقعدوا يدوروا هلي مش لقينوا وما رحش لمحمد فاضل فراحوا له البيت لقوهم وتوفى في البيت فقالوا لي انا كنت حاجز استوديو الاهرام فوق وباني دي كرات فاضطريت ان انا عمل وكين نيابة ولغيت المشهد اللي كان عامله الله يرحمه اللي مات وعملت التالة مشاهد والله اربع مشاهد اما رحت عملت في العندليب الدور ده اخترت ناس ودورت على ناس عشان يعملوا الدور ده يعني مفيش مش لقى حد فاضطريت ان انا عمله بتعمل الدور عشان التركيبة نفسها بتاعت هذا الممثل العبقري الشخصية اللي ها يعني انا بعشاؤه الحقيقة تعال نشوف المشهد من العندليب وهرجع تاني رايا وسكينة يا جماعة محتاجين نتكلم تاني عن رايا وسكينة لانه الحقيقة هذا المسلسل مش بس هو علامة مهمة من علامات الدراما المصرية ولكن انت عملت حالة خاصة جدا في خليت الناس تتوحد مع الابطال ومع العمل من اول برضو التتر يعني كانت الميزة دايما بتاعتك انه الناس بتتابع من التتر للتتر من اول التتر الاولاني اللي غنى فيه خالد عجاج اسكندرية من اول ده لغاية ما بنشوف اسم جمال عبد الحميد امضتو الشهيرة في التتر الاخراني تحس انك ايه ده انا عايزة كامل يعني الحلقة خلصت ليه انا عايزة كامل اشوف بس العندليب وارجع تاني اكمل رايز واضح انه الشباب عندنا معجبين بحضرتك كممثل فجايبين كل الفيديوهات كممثل مش مخرج بقى معجبين بحضرتك جدا ايه ده طب ما كامل في التمثيل بقى ما انا بقول لحداتك انا منفعش امثل وانا بخرج اه ممكن امثل لكن انا حبي للممثل هو الاساس بتاع العمل يعني اي عمل بعمله مهم قوي بالنسبة لي ممثل كل شيء حوالين الممثل لخدمة هذا الممثل في الشخصية اللي بيعملها عشان توصل للناس هو اللي بيوصل الدراما للناس فالممثل مهب جدا جدا يعني سواء ملابس مكياج اضاءة ديكور تصويق واتفر يعني كل دا بخدم بي الممثل عشان الممثل يطلع الشخصية توصل للناس هو القارئ اللي بيوصل الورق اللي انا حبيته وافقت عليه وكنت فرحان به ارجع بقى الرايا وسكينة هذا العمل زي ما كنت بقولها حضرتك عمل عند الناس حالة تقمص وجداني ويجي يخلص الحلقة وتخلص الحلقة لا احنا عايزين نكمل الاحداث انت عملت زي كده ايه المخرجين بتوع امريكا اللي هو احنا بنلهس ورا الاحداث ورا حضرتك انت بتعملها لنا ورا بعد ورا بعد ورا بعد بطريقة احنا نحس الحلقة بتخلص احنا بنلهس عملت اقاع وده شطرة مخرج عملت اقاع سريع جدا واحداث مطلحقة ما فيش حلقة فيها ماطن ما فيش حلقة فيها تطويل ما فيش حلقة فيها المشهد ده كان ممكن يتشال ما فيش حلقة فيها تنهيدة كبيرة كده احنا بنطول بس المشهد موضوع ما كانش سهل واحداث مطلحقة خططت للعمل ده ازاي ما انا قلت لحداتك اعدتي مع صلاح ايسا مع استاذ صلاح ايسا بس بس صلاح ايسا اديك مضمون انت نقلت صورة مظبوط اه انا طبعا لما عدت اشتغل اكتب المسلسل تفاصيل كل الاشياء اللي موجودة بحاول بقدر الامكان اوصل للناس وده اللي حصل انا قلت لعبلة حبيبتي عبلة كامل اه هي كانت مش عايزة تشتغل كانت رفضة تشتغل وانا بتحايل عليها انها تعمل دور ومتا شايفها هي شايفها هي الدور هي الدور هي رايا وكانت نجوة ابراهيم اه نجمة ابراهيم اه اه عاملة فيلم رايوسكينا ده بالزبط وكان عندها شهرة بالإفهات اللي بتقولها فكانت قلقانة جدا من ده فقلت لها جملة واللهم لك الحمد ده اللي بيحصل قلت لها اه على فكرة عبلة الناس هترجع لنا عشان تعرف رايوسكينا دايما الناس هترجع عشان احنا الاساس هنبقى عن التركيبة بتاعت رايوسكينا هي الواقع الحقيقي اللي عامله صار عايزة وعشان خطري وعادت تحايل عليها عشان تشتغل وعايش انا عبلة كامل يعني انا مش عارف اقول ايه دور لعنجمة كبيرة هي وعملت دور راية احنا نسينا بيها اي حد تاني عامل راية حضرتك هي لها نوعية معاينة في التمثيل خليتها تختلف تماما وتعمل الشخصية والتركيبة دي بهرت الناس يعني الناس بيتفرجوا فعلا عن المسلسل كأنه جديد كل ما بيتعرض وعنده اكتر مسلسل بيتعرض في العمال اللي انا عملتها بتعرض 30-40 مرة في السنة في قنوات كتير جدا وكل ما بيتعرض الناس يكلموني في التليفون اراي وسكينة وهكذا ففعلا المسلسل كأنه بيتعرض لأول مرة بيتفرجوا عليه الناس كأنه لأول مرة وبعدين في ناس بتكلمني تقول لي احنا بنشوف حاجات ما كناش بنشوف بالضبط كل مرة بنشوف حاجات تانية وما بنشوفه حتى دلوقتي بنحس انه هو لسه جديد يعني ما بنحسش انه ده المسلسل بتعمل من كام سنة شريهان التعامل مع شريهان وفوزير حاجات ومحتاجات وشريهان ليه باسأل عنها لأنها قالت إنها سمتعت جدا بالشغل مع جمال عبد الحميد وأنا قالت كده إنها بتشعر بالبهجة والسعادة لما بتشتغل معك صديقة عزيزة وغالية وصديقة قديمة جدا يعني وسبب تعاستي الحادثة اللي حصلت لها وسافرت وراحت بره وروحت أنا وعمار وسايت حجاب جبناها من المطار على كرسي كده ووصلناها لغاية البيت وبقى دي تعمل المعالجة فكت عاشق لشريهان صديقة وصديقة هيلة وبتفرج على المسرح المسارح الشغل المسرح اللي بتعمله بلاس إنها عملت سنمة كتير حلوة جدا فهي علاقة قديمة جدا 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 منو هي صغيرة كتشريهان صغيرة وكانت صحبيتي جدا كنت بحبها مش كنت بحبها أنا ما زلت بحب شريهان شريهان بل قدمة جميلة خالص وزي الفل وإدها مفتوحة وأنا بقولي الكلام ده قدام ربنا سبحانه وتعالى فتحة بيوت كتير جدا جدا مفكرتش تكمله فوزير دلوقتي هي دلوقتي تمام وزي الفل ورجعت بالسلامة وعملت استعراض مصرح استعراضي وكان حاجة جميلة جدا مفكرتش انت وهي نتيجي كده نعمل حاجة أنا بقالنا فترة وبنتكلمش ليه؟ بقالنا فترة طويلة غيرت تليفون ها ما عنديش التليفون بتاع واسعاد كانت طلبت مني احنا كنا متفقين نعمل مسلسل سوا وراحت جابت اللبس وفرجتني وبقالنا نقرأ ونتفاهم في تفاصيل المسلسل وبعدين حصل لها اللي حصل في الشهادة وتعبده كده وخلاص وعدت سنة كاملة بداها على حد يجي يعمل الدور يعمل المسلسل وبعدين بعد كده وحيد حامد اداني مسلسل نعمله واتفقنا انتاجه تعمله شريهان وبعدين حصل برضه نفس المشكلة وتعبد واسعاد طلبت مني المسلسل المسلسل ده أنا كنت تلفيت عند كل منتجين مصر اللي عندهم المسلسل ده وما حصلش يعني ما حصلش ان احنا اتكلمنا مع الناس صاحبتي جدا وانا بحبها من زمان من زمان عمر يعني